ومن اسطنبول ينضم إلينا ياسر النجار عضو المجلس الأعلى لقيادة الثورة السورية أبدأ معك أستاذ ياسر من الخبر الأخير وهو ما جاء في قناة فوكس نيوز الأمريكية قبل أسبوع كان هناك حقيقة تصريح لرحيم صفوي المستشار العسكري لخمنئي طالب فيه من خلال هذا التصريح باستغلال التواجد الإيراني في سوريا وتعويض إيران عن كل هذه الخسائر المادية والبشرية التي منيت بها مقابل تدخلها في سوريا ثم ما جاء اليوم في قناة فوكس نيوز هل هذا كان ما يقصده رحيم صفوي أم أن هناك ربما مفاجآت أخرى لدى النظام الإيراني مساء الخير تماما كما ذكر تقريركم إيران تعتبر سوريا وكافة المحافظات السورية هي مجرد محافظة إيرانية إيران حريصة على أن تكون محيط مدينة دمشق الضاحية جديدة بالنسبة لها كشأن الضاحية الجنوبية في لبنان أنا برأيي إيران توصل رسائل بشكل واضح وجلي أنها ترفض كافة القرارات الدولية القرار الأخير 2401 حتى لم يجف حبره تمارس إيران بالإضافة إلى دعم جوي روسي حوالي 268 طلعة ما بين محاولة برية وجوية منها كما ذكرت تقريركم 46 طلعة جوية كل هذه الأمور تعني لي أن إيران تريد أن تكون محيط مدينة دمشق الغوطة الشرقية هي تحاول أن تجري عليها تغيير ديمغرافي وتكون هذه المناطق كلها مناطق نفوز إيرانية ضمن موسط ومحيط كما ترتقيه إيران إذن عمليا التحضير لمستودعات التحضير لوجود ممرات تصل لبنان بسوريا بالعراق حتى إيران كل هذه المناطق يعني لي أن إيران ماضية في مشروعها الطائفي في المنطقة وسوريا هي مرحلة من مراحل هذا المشروع لذلك أنا بتصوري روسيا يجب أن تعني حقيقة على أن أي تغيير ديمغرافي في سوريا باتجاه تشييع المنطقة وإدخال ميليشيات تبع لإيران هذا موضوع قنبلة ستنفجر في وجه كل المنطقة وبالتالي تتحمل روسيا أيضا مثل هذه المسؤولية يمكن قولي اليوم أن الأسد فعلا لم يستطع حماية نفسه وتم تقسيم البلاد فعليا ما بين إيران ما بين روسيا والجزء الثالث للميليشيا وكل الميليشيا يعني وجود بشار الأسد هو وجود شكلي لا يستطيع بشار الأسد أن يحلق حتى قطعة صغيرة من مجموعة العناصر الذين من المفترض أنهم يخضعون إلى سيطرته إيران هي من تدير المعركة على البر مطار حميم هو من يدير المعركة بالجو بشار الأسد هو الورقة الأخيرة التي ستسقط في أي لحظة عندما تضمن إيران مصالحها وإيران ضامنة لمصالحها عبر وجود الأسد ولكنها تريد أن تقول أنها ستفاوض على وجود بشار الأسد من أجل تحقيق مكاسب أكبر أنا بتصوري مناطق النفوذ التي وزعت إيران لها حصة كبيرة وهي معنية بحصة مركز العاصمة ومحيط مدينة دمشق والغوطة الشرقية تريدها بدون سكانها تهجير 350 ألف إلى 400 ألف نسمة من أجل عملية تغيير هي الأكبر من نوع التغيير الديمغرافي من أجل بسط ضاحية جديدة على محيط دمشق أنا أقول شأنها شأن الضاحية في لبنان طيب أستاذ ياسر بالحديث عن القصف المستمر على الغوطة موسكو تقول أنه لا يمكن لأي مدني مغادرة الغوطة بسبب قصف المسلحين للممرات الآمنة ما هي حقيقة هذه الممرات فعليا؟ روسيا تريد أن تكرر سيناريو حلب هي تفترض من المفترض أن روسيا التي ساهمت في صياغة القرار 2401 واستغرق تعديل هذا القرار بناء على طلب روسيا ثلاثة أيام أن تكون منضبطة بهذا القرار ولكن روسيا بعد هذه المسلحية الهزلية بدأت في الطلعاتها الجوية واستمرت وبعد ذلك خرجت علينا بسيناريو خمس ساعات إذن روسيا أخرجت هذا القرار لمجرد تريد أن تتجاوز عقبة إصدار القرار ولكن في نتيجة الأمر السوريون سواء بوجود الفيتو الروسي أو عدمه سيكون هناك عمليات قصف هذا القرار ما استفاد منه المواطن السوري كونه نفذ بدون فيتو ولكن حقيقة الأمر الفيتو كان هو الطيران النتيجة كان الطيران الروسي يقوم بالمجازة على الأرض أنا بتصوري عملية خمس ساعات لإخراج المدنيين هي جريمة أيضا في عملية التغييد الديمغرافي تضاف إلى سلسلة الجرائم التي تتحملها روسيا لمصلحة إيران هذا من جانب آخر لكن واضحين أن روسيا لا تنضبط بأي القرارات الدولية لمصلحة إيران وبالتالي روسيا أصبحت تدمر المنظومة الدولية وهي مسؤولة عن مصر هذه القرارات إخراج المدنيين لا يمكن أن يتم رسائل واضحة من المدنيين أنهم لن يخرجوا من محيط مدينة دمشق وبالتالي روسيا ستدمر هذه المنطقة فوق رؤوس ساكنية من الصنبوليا سنجار عضو المجلس الأعلى لقيادة الثورة السورية شكرا جزيلا لك